وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 507 قضايا تامونية بمضبطات بلغت 131 طن وتم ضبط 22 طن في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال عدم الأعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار الرسمي للسلع فتم ضبط 109 أطنان كما تم ضبط 712 قضية في مجال قضايا المخابز من بينهم 73 قضية خبز ناقذ الوزن و104 قضايا خبز غير مطابق للموصفات